على مدار السنين قبلت مسيحيين مؤمنين كانوا مقتنعين جداً إن الله ما يقدرش يستخدمهم ببساطة علشان عندهم خطايا رهيبة في حياتهم خطايا هم تابعانها وأنا فاكر إني قلت الواحد منهم بالرغم من إني معجب بحساسيته الروحية إلا إني لازم أقولك بمحبة وبصراحة إنه لو إنت وصلت المرحلة في حياتك إنك قلت يا رب أنا عارف إني أخطأت جداً يا رب أنا عارف إني أتولدت جواي عواقب الخطية يا رب أنا عارف إنك غفرتلي يا رب أنا عارف إنك أمرتني إن أغفر لنفسي لحظة ما تعمل كده وبرضو تفضل كسلان في عمل ملكوت الله عشان صدقت الكتبة اللي بتقول إنك مادام خربت نفسك بالخطية يبقى الله ما يقدرش يستخدمك تاني يبقى أنت مش بتكرم الرب برغم جرح الخطية والفشل ممكن يستمر لسنين كتير وفي الواقع ممكن يستمر طول حياتك لكن الله بيحب إنه يغفر لخاطي تايب الله بيحب يستعيد الناس اللي في الأصل عايزين يرجعوله الله بيشتاء إنه يجدد المتواضع الله بيحتقر بس الناس المتكبرين والمتعجرفين الناس اللي بيتكبروا ومعندهمش استعداد يتواضعوا ويعترفوا بخطياهم الناس اللي يتعودوا ويبرروا خطيتهم ويفسروا سكة لخطيتهم ويقولوا إن خطيتهم مش غلط دول مش هيختبروا المصلحة لكن الله بيحب يغفر ويستعيد الخاطي التايب الله بيحب يستخدم الناس اللي قلبهم بيتكسر بجد وبيتوب للآخر الله بيحب يستخدم بطريقة فريدة ولو حياة شمشون هتعلمنا حاجة فهي هتعلمنا إنه من رماد الخطيئة والفشل الله ممكن يعلن قوته من رماد الخطيئة والفشل الله يقدر يعلن قوته شمشون هو آخر قاضي أو مخلص في السلسلة القصيرة ديم الوعزات اللي هي بعنوان إحذروا النسيان الروحي بطرق كتير شمشون صعب قوي إنه يتوعز عنه عشان طبيعة شخصية شمشون اللي بتتزاع في الأفلام والصورة دي اللي الناس عرفاها عنه صورة غلط خالص صورة كتابية خالص والاتنين المسيحيين وغير المسيحيين حقيق عندهم الصورة الغلط دي عن شمشون عشان أغلبهم بيفكروا فيه بالشخصية المعلنة في ممثل الفيلم القوة الخارقة جسم بعضلات مثالية بس دي صورة مزيفة عن شمشون وعشان كده بيكون صعب إنه نطلع الصورة دي بره زهننا عشان قوت شمشون ما جادش من لعب الحديد في عشر ساعات في اليوم ما حصلش كده قوت شمشون ما جادش من جسمه المثالي قوت شمشون مثلا ما تعملتش في نادي الجم بتاع غزة ما حصلش كده لكن قوته فوق الطبيعية دي قوته كانت هدية من ربنا قوته كانت من الروح القدس قوته كان ربنا هو اللي مدهاله عشان يخدم بيها قصد الله وبرده في النهاية كانت خطيته وفشله هم اللي ربنا غفرهم له واتغلب على أوقات صعبة كتير وانتهى به الأمر إنه وقع في النهاية واتدمر شمشون كان قوي مع الناس والحيوانات بس كان ضعيف مع الستات الوسانيات الله قال له يعلن الحرب على الأعداء بس بدل كده راح وتصاحب على ستات الأعداء بتهيل إن شارلز بيرجين اللي مر قال وهو بيتكلم عن المسيحيين اللي سمحوا الإبليس يغويهم يقودهم وقال المسيحيين هم الجنود الوحيدين اللي يتصاحبوا مع العدو شمشون حارب معارك الرب في النهار بس كان بيعصى الرب بالليل اسم شمشون معناه المشمس الكلمة العبرية للشمس هي شميش من كلمة سمسون أو شمشون معناها مشمس أو منور وبرضو شمشون انتهى به الأمر في الظلمة اتعامة من الأعداء اللي المفروض يحاربهم ويغلبهم ويهزمهم بس في حاجة مهمة قوي هنا مش عايزة تفوتكو فعلا مهمة قوي قلتلكو في بداية سلسلة الوعزات دي ان مع كل قاضي ناجح مع كل مخلص ناجح الشعب فضل بينزل لتحت بينزل لتحت وبينزل لتحت وبينزل وبنيجي هنا لشمشون ونلاقي إنعكاس لثقافة عصره بنلاقي إنعكاس لمجتمع عصره وإذا كان في جملة تلخص صفر القضاء كله فهي إن كل واحد كان بيعمل اللي هو شايفه صح في عناه وشمشون كان مثال الاتجاه دو في حياته حقيقي ولما فكرت في شمشون وإزاي بقى إنعكاس لثقافة عصره دي فكرت قد إيه قادة مسيحيين كتير النهاردة وبيعكسوا ثقافة عصرهم بدل ما يصلحوها قد إيه ناس مسميين نفسهم قادة مسيحيين بقوا عاملين زي السمك الميت بيعون في طيار الثقافة قد إيه قادة مسيحيين كتير استسلموا لضغط الثقافة والمجتمع وللشهرة وإنهم مش قادرين يقفوا ضد الإصلاح السياسي وضد العولمة وضد إنكر الحق المطلق وضد الأخلاق الجنسية وكل الحاجات دي ما بيعملوش حاجة إحنا بقينا إنعكاس للمجتمع بدل ما نقف ضد المجتمع ونقاون الشعب فضل مكمل في النزول لتحت جدا لدرجة إنه حتى رجال الله بقوا جزء من الخطيئة خلوني ألخص إصحاح 13 قلب الشعب بقى آسي قاوي لدرجة إنهم بقوا فعلا محتلين من الفلسطينيين والفلسطينيين بيدايقوهم بس ما صرخوش لله وطلبوا الخلاص من الفلسطينيين ما عملوش كده يا حباقي ده اللي بنسميه قاع الحديد لما تبقى بتشوف ألم الخطيئة ومعاناة الخطيئة والطهاد العدو بس ما ترداش تطلب من الله وفكرت في بلدنا وفكرت في إزاي إحنا لما بنوصل لمرحلة إننا حتى ما بنقلقش على الخطيئة وما بنصرخش لله عشان يخلصنا من الخطيئة نبقى فعلا في مشكلة عويصة بس برضو نعمة ورحمة الله في عطاءه الجزيل من نعمة ملاكه ظهر لست عقيمة وسط الشعب وعدها بابن بابن الحقيقة هي عقم أم شمشون كان انعكاس لعقم الشعب الروحي وفراغ الشعب وعدم إثمرهم فالملاك وعد وعد الست دي بابن وهيكون نذير وكلمة نذير معناها يتحط على جم حد مفروز ومخصص في انتظار أصد الله وفي سفر العدد إصحاح 16 شريعة الله بتقول لنا كل حاجة عن النذير وبتقول إنه النذير مفروز ومخصص علشان يخدم أصد الله بس لازم يعمل تلات حاجات تلات رموز لعهده رقم واحد ما يلمسش الخمرة أبدا ولا حتى سمر العنم أنا عايزكم تسمعوا الحاجات دي كويس عشان هتشوفوا إن شمشون كسر كل عهد من العهود دي اتنين في وعزة النهاردة وواحدة في الوعزة اللي جاي ثانيا النذير ما يلمسش أي جسم ميت يبقى ناجس سواء كان جسم بشري أو جسم حيواني وثالثا ما يقصش شعره أبدا بس كون شعره الطويل كان رمز القوته وما كانش هو سر قوته سر قوته كان روح الله القدوس الحاجة الوحيدة اللي تزهلنا عن شمشون أنه كان بيحب الوحدة كان متوحد عمره مشارك في وسط جمهور ما تشوفوش أبدا بيكلم الجيش ما تشوفوش أبدا بياخد مشورة أي حد ما تشوفوش أبدا بيتواجه مع أي حد لمدة عشرين سنة لعب دور البطل لكنه فشل يكون قائد إلهي كنت بتكلم مع مارك ميلر عن ده في أول أسبوع وكنا بنتكلم عن الوعظة دي وعن الإصحاح ده ومارك قال تعليق أنه الفرق بين داود وبين شمشون والاثنين فشلوا هو أن داود كان عنده ناثان في حياته يكلموا كلام الله شمشون ما كانش وأنا شخصيا مصدق أن داود كان عنده قلب قابل للتعلم لكن شمشون ما كانش أكيد في فرق بين القائد القوي وبين القائد الإلهي الاثنين مش زي بعض والفرق بينهم هو القابلية للتعلم طب أنا عايزكم تفتحوا إصحاح 14 وهبدأ منه وعزتي منين ما تكون على الكفة الروحية يبقى فيه كلمة من الله ليك هنا مهما كان مكانك على الميزان الروحي هتكون متشجع النهاردة بنعمة وبقيادة الروح القدس وأنا بصلي أنه في نهاية الوعزة دي ما يكونش فيه شخص واحد في المكان هنا أو بيسمعنا أو بيشوفنا يقول الله ما يقدرش يستخدمني عشان الله تخصصه في السيادة وفي الغفران وفي المصلحة ضعف شمشون وفشل شمشون يطلقصه في أول أربع أعداد في الواقع بيتلقصه في العدد الأولاني من إصحاح 14 وبيقول ونزل شمشون إلى تمنى دي كارسة رقم واحد ورقى امرأة في تمنى من بنات الفلسطينيين ودي كارسة رقم اثنين كده كملت رحلة تمنى أنا مش عارف تمنى بتاعتك فين أنت عارف وأنا عايز أكلمكم بتحذير خدوا بالكو فين بتروحوا خدوا بالكو بتشوفوا مين خدوا بالكو خدوا بالكو بتقولوا إيه لشخص من جنس تاني ومش شريكك خدوا بالكو خدوا بالكو عشان بالنسبة لشمشون كان على بعد 6 كيلو متر تقريبا دي كانت رحلة قصيرة لناس منكو على بعد ضغط تتماوس على الكمبيوتر لناس منكو جنبكو على طول لناس منكو مش بعيد عنوكو بيبقى سهل أنك تبرر مروحك لأماكن الغواية وتقول أنا مش هعمل حاجة غلط أبدا هناك أنا هاعد هناك بس وقت قليل أنا مش أنا بس هاخد نظرة سريعة أنا مش هعمل حاجة غلط هناك بس قبل ما تاخد بالك بتلاقي نفسك اتعلقت بالخطية شمشون كان راجل إيمان اسمعوني شمشون كان راجل إيمان بس ما كانش راجل أمين شايفين في ناس كتير بتروح الكنيسة وبيكونوا رجالة وستات ولاد وبنات إيمان عندهم إيمان من نوع معين بس هم مش أمنا مش أمنا بوقتهم مش أمنا في فلوسهم مش أمنا باللي عندهم مش أمنا في طاعة كلمة الله ما كانش أمين في عهود نزره وما كانش أمين في طاعة كلمة الله وما كانش أمين في تحذير أهله ونصحتهم أصلي يعني يعني على بعد ستة كيلو مش بعيد يعني أحباي أنا سمعت ناس على مدار السنين قالوا أنهم لما بدأوا يقابلوا ستات مش مؤمنين قالوا طيب دي خروجها واحدة أنا مش هتجاوز يعني أنا مش هتجوزها أنا بس هخرج معاها شوية شوية وقته صغيرين وقبل ما يدركوا بيلاقوا نفسهم بيحبوا الشخص ده قوي أنا عايزكم تسمعوني كويس لما الكتاب بيتكلم عن النير مع غير المؤمن ده مش بس في الجوازات لكن كمان في علاقات الشغل هو بيقول كده هتكون سبب بكاء وقلوب مكسورة ومش عشان أن الله بيحكم وأن شخص تجوز طرف مش مؤمن والله خلص المش مؤمن ده ده معناه أنك تفضل تجرب الله على طول في الحالة دي يبقى فيه كرسة في الحالة دي خطة الله العظيمة استخدمت غباء شمشون لخير شعبه بس تجربة الله مش فكرة كويسة أبدا يسوع قال لإبليس في البرية لا تجرب الرب إلهك شمشون كان المفروض أنه يروح يحارب أعداء الله لكنه للأسف رح يحضر فرح بس برضو نعمة الله الفائقة استخدمت شمشون عشان يهزم الفلسطينيين بصوا على عدد خمسة لتسعة هتلاقوا هنا أن شمشون كسر اثنين من ثلاث بنود عهده اثنين من ثلاثة ثالث واحدة هنقولها في الوعظة الجاية اثنين من ثلاثة أول حاجة راح كرمة عنب هو مش المفروض أن يروح قريب من أي كرمة عنب مش المفروض أن يلمس محصول الكرمة من السمار مش المفروض أن يقرب من كرمة عنب أصلا بالنسبة لنزير أنه يروح لكرمة عنب ده زي متعافي خمرة يروح سباق تزوق الخمرة ما لكش أي لازمة هناك خالص كرمة العنب مكان خطير لشخص المفروض ما يبقاش لي أي علاقة بالعنب والله بعث له أسد كتحذير لي بس من خلال قوة روح القدس فشق الأسد مصين وبرضه فضل مصمم يروح لجواز مش قانون كم من رايح ناحية الخطية بعد شوية أسابيع لما رجع طالب عرسته ضد نصيحة أهله رجع تاني الكرمة العنب رجع تاني غالبا كان بيحاول يشوف الأسد الميت ويتفاخر بنصره لما شمشون أكل العسل من جسة الأسد الميت كسر العهد التاني مش المفروض أنه يلمس أي جسم ميت عشان هو نزير اتنين من ثلاثة خلص تكسر لو فيه هنا درس أحبائي لازم تفهموه فهنا فيه درس لكل واحد فيه هنا لو فيه درس هنا محتاجين ننقله لجيل اللي جاي هو درس مهم أننا نتعلمه من الشخص ده هو إزاي نستعد بمحبة وبفرح وبسبات نقف ضد أعداء الصليب في حفلة قبل الفرح وعلى فكرة لما الكتاب قال وليمة ده معناه أنه كان فيه خمرة بتتقدم كحول بيتقدم في حفلة قبل الفرح كان فيه خمرة بتتقدم شمشون قال لغز مهم وعلى فكرة بلغة العبري الكلمات بسجع قال اللغز المسجوع ده من اختباره للخطية بدل ما يبكي على خطيته بدأ يصخر منها في حماقة أكتر من كده الفلسطينيين اللي طبعا ما قدروش يحلوا اللغز ده راحوا لخطيبته الرحول هقولولها لازم تقوليني إجابة اللغز ده يا إما هنقتلك أنت وعيلتك فراحت أيلاله لو أنت فعلا عايز تكمل جوازتنا دي أحسن لك تقول السر قولي إجابة اللغز ده فشمشون أثبت أنه مش مناسب للست الوسانية المزعجة دي في الأول أغويته وبعدين اتحكمت فيه وفي الآخر بتخونه بس أنا عايز أوريكو أنه هو ده بالضبط للعالم عايز المؤمنين المساومين يعملوه جايز ما تشوفهاش دلوقتي حالا جايز ما تختبروش القلم دلوقتي بس هيحصل في حد قال إن شمشون قدر يقتل الأسد ويقطع الحبال بس ما قدرش يغلب قوة دموع فلسطينية والفرح اتحول لجنازة تلاتين فلسطين الفرح اتحول لحزن وشمشون ما قدرش يكمل جواسته وفي الواقع عرصته وإدوها لصاحبه والاحتفال بقى عازة كله عازة عشان هو ده بالضبط للخطية المساومة بتعمله حتى لو مش في لحظتها لو الجوازة كانت تكملت قصد الله لشمشون كان هيضيع كان الله هيعمل حاجة تاني وكان هيسود برضو بيكون في حزن كتير لما مطعش كلمة الله بيكون في حزن كتير لما ما تدوروش على فكرة الله بيكون في حزن كتير لما تصمم على خطتك مش على خطة الله دي مش مفاجئة لكتير منكم يمكن شوية منكم لكن احنا عايشين في ثقافة وفي مجتمع ما بيحبش أبدا الحصرية صدقوني ده حقيقة صدقوني ده حقيقة عايزين كل حاجة تبقى خيمة كبيرة مجتمعنا ما بيحبش الحصرية أبدا بيكرهوا حصرية عبادة الإله الوحيد الحقيق يسوع المسيح بيكرهوا حصرية العقيدة الكتابية والحق الكتابي الحصرية النهاردة كلمة وحشة جدا بيقولوا أي حاجة تقسمنا لازم تترفض عشان كده موافقة الهندوسية محبوبة في الأفلام بقالها تلاتين سنة عشان مفيش حصرية في الهندوسية ولا في التصوف مفيش كده كل حاجة تمشي ده مش مفاجأة عشان كده كتير قوي من الكتب اللي بتسمي نفسها مسيحية في المكتبات المسيحية صدقوني بيقولوا للجيل المسيح اللي جاي إنه ما ياخدش موقف وما يبقاش حصري ما تسمحوش للحق الكتاب إنه يفرقنا ما تسمحوش للعقيدة إنها تفرقنا تفرقنا من إيه؟ من العالم ليه؟ آه بيقولوا الحصرية هتبعد غير المسيحيين أنا مش عايز أبعد غير المسيحيين أنا بحب غير المسيحيين أحب أوعظهم وأحب أخدمهم خلوني أقولكوا حاجة أنا مش هعمل كده في مقابل أني أتنازل عن إيماني الشخصي وبيع الحق الكتابي بس هي ده الرسالة اللي بتبيع في السوق للكتاب المسيحيين كتبهم في المكتبات المسيحية هي ده الفكرة اسأل نفسك السؤال ده لما الأمور تضهور هل هتبعد مخلصك والصديق الرب يسوع ولا هتبعد الناس اللي عايز خرابك الروحي إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية أطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب العثور على الفرح المنشود سوف تتعلم من خلالها عن محبة الله العميقة لك وستختبر غفرانه غير المحدود وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود أن تسير بقربه وفي مخافته أكثر وأكثر كتيب الخطوات السبع في مغامرة إيمانك سيقودك إلى بناء علاقة حميمة مع الآب السماوي أطلب نسختك المجانية الآن